جزاكم الله خيرا شيخ يتطبق أهديث عن عمور الواقع مثل الأم متاهدة ودولارات وغير ذلك فكيف نرد عليه وما نسيهتك للشباب الذين يسمعون بهذا الرجل لأنه عنده تأثير كثير نعم نصيحة لهم لأن هذا مؤلم أمن وهذا دكال من الدجاج له الذين ركامهم النبي عليه الصلاة والسلام لأننا خلقوا على الجمال نعم وأرد عليه أن هلما الإسلام الصحابة والتابعون كلهم هنا مكتبعون على أن الدكال حقيقة نعم وأن ما أحضر ربه النبي صلى الله عليه وسلم من المورة الرئيبية حقيقة وليس في كنايات ولا مكتبعون فكيف نغلل الشمف من الصحابة والتابعين ومن شارعنا من هاكهم نغللهم أن نطيع هذا الدكال هذا ونعل هذا حين الظلال ونعل شمف في هذا الظلال نعم لا جزاق الله خير الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم ما بعد أشيخ شيخ سيد بن هلال العمر حفظ الله تعالى سيد هفظ الله تعالى رب العالمين سيد هفظ الله تعالى ومجمعين 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 مجمعين إمراك حسين المشاركة